بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهده واستنى بسنته إلى أم الدين يبقى أن الولاية العامة التي هي خلافة النبوة هذه عبارة عن ميراث نبوي والأنبياء اختلف هل يمكن أن يكون فيهم نساء وهذا خلاف بين أهل السنة وهو مبحث عقدي معروف فذهب كثير من أهل السنة إلى أن حواء ومريم أمنة عمران وآسية بنت مزاحم وصلنا إلى مقام النبوة مع الإجماع على أنهن لم يتصفن بمقام الرسالة لم يكلفن بتبليغ شيء لكن أوحى الله إليهن والقرآن يدل على ذلك فالخطاب لآدم كان خطابا إليه مع زوجته اهبطا منها جميعا هذا خطاب الله لآدم وحواء والخطاب لمريم ابنة عمران كان عن طريق الملك فإنه كلمها وحاورها وقد أخبرها الله بذلك في سورة مريم وكذلك أم موسى فإن الله سبحانه وتعالى أوحى إليها أن ترضعه وأن تجعله في التابوت إذا خافت عليه وتلقيه اليم هو البحر فكان هذا سبب الخلاف هل يصلنا إلى مقام النبوة أم لا وقد ذكر السيطي برحمه الله هذا الخلاف في الكوكب الساطع فقال واختلفت في خضر أهل النقول قيل نبي أو ولي أو رسول لقمان ذي القرنين حوى مريم والوقف في الجميع رأي المعظم الوقف في الجميع رأي المعظم إذا كانت المرأة يمكن أن تكون نبية فإن باب أو لا ما يتعلق بما سوى ذلك من الولايات وإن كانت لا يمكن أن تكون نبية فالخلافة في أمر الدين الخلافة العامة للمسلمين لا تتناول النساء حينئذ لأن هذا من المرأة المختص في النبوة كإمامة الصلاة والأذان والإقامة ونحو ذلك فلا خلافة بين المسلمين أن إمام الصلاة للرجال لا يمكن أن يكون أمرأة وكذلك الخطابة وكذلك الأذان هذه لا تتولىها النساء والإمام العظمى مذهب الجمهور كذلك أنها لا تتولىها النساء لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قيل له أن الفرسة قد ولوا بنت كسرى فقال لن يهلح قوم ولوا أمرهم أمرأة وهذا إما أن يكون خبرا عن تلك الحادثة وأن الفرسة قد انفرط أمرهم وهذا ما حصل بالفعل فإن الفرسة قد أصبحت دولتهم في تباب وإدبار منذ ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن مولد النبي صلى الله عليه وسلم إلى قتل كسرى يزدجرد في أيام عمرأة الخطاب رضي الله عنه تولى منهم أربعة عشر ملكا من مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أيام عمرأة الخطاب وهذا يدلنا على أن دولتهم لم تعد في إقبال كما كانت من قبل فلذلك قال لن يهلح قوم والمقصود منهم الفرص هنا وإن كان هذا نكرة في سياق النفي وأن نكرة في سياق النفي من الفاظ العموم ولكن مع ذلك قد تأتي قد يأتي ذلك العموم في خصوص واقعة فيفهم في نطاقه الخاص والذي نختم به ونصل إليه أن تولية النساء اليوم لا إشكال فيها في المجالس النيابية لأن هذه مجرد وكالة والوكيل ليس من شرطها أن يكون رجلاً بل ليس من شرطها أن يكون مسلماً أصلاً وليس من شرطها أن يكون بالغاً عند الجمهور ومن شرطه العقل طبعاً والتدبير وهذا يخرج الصبي غير المدبر والمجنون الولاية العامة التي هي رئاسة الدولة هل نقيسها على الخلافة العامة للأمة أو أنها مختصة؟ في تاريخنا الإسلامي لم يولي الخلفاء الراشدون على مصر من الأمصار امرأة لم تولى على العراق ولا على الشام ولا على مصر ولا على اليمن امرأة فاللواتي وصلنا منهن إلى الكمال قليل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كمول من الرجال كثير وكمول من النساء أربع اللواتي وصلنا إلى دره الكمال كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع فلذلك هذه التولية محل خلاف وبحث فقهي والمرجع فيه إلى تحديد هل رؤساء الدول الآن لهم أحكام الخلافة يسترط فيهم شروط الخليفة أو لا والذي أراه أن رؤساء الدول اليوم لا يمثلون الخلافة لا يسترط فيهم شروط الخلافة وإنما هم مثل ما كان يرأس هذه البلدان في أيام الخلافة قادة فوالي الشام ووالي مصر ووالي العراق ووالي اليمن ووالي خراسان كانوا في أيام الخلافة يعينون وهم بمثابة رؤساء دول ولا يتدخل الخليفة في التفاصيل الجزئية لهم في تدبير الولاية وإنما يتولى توليتهم معزلهم فلذلك إذا أخذنا بهذا الاعتبار فليس رؤساء الدول بمثابة الخليفة ولا يسترط لهم ما يسترط للخلافة أما تولية النساء فيما سوى ذلك توليتها وزيرة أو مديرة أو رئيسة لمصلحة هذا لا إشكال فيه ولا حرج فيه أصلا المشكلة فقط في رئاسة الدولة وما سوى ذلك ذكرنا عن الخلافة الجمهور والذي نرجحه أنه لا يرتقي إليها النساء نصل إلى تولية المرأة القضاء والفصل بين الناس وهذا محل خلاف بين العلماء فذهب جمهورهم إلى عدم تولية المرأة القضاء مطلقا ومعتمدهم ليس نصا من الوحي ولا يعد مجرد الواقع لأن الخلفاء الراشدين لم يولوا النساء القضاء ومن بعدهم كذلك في عصور الدولة الإسلامية المختلفة وهذا أمر تاريخي مثل تولية الأمصار وقد سبق البحث فيها وذهب آخرون إلى أن المرأة تكون قاضية مطلقا بالتعميم وهذا مذهب ابن جريل الطبري وذهب آخرون إلى أن المرأة تكون قاضية فيما تشهد فيه وهذا مذهب الحنفية أنها تكون قاضية فيما تشهد فيه في المرأة تشهد في الأموال وما يؤول إلى المال كل ما هو مال أو يؤول إلى المال تقبل شهادة النساء فيه لأن الله عدها في نصاب الشهادة والبينة في الديون فقالوا يستشهدوا شهدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء فلذلك تشهد المرأة في المال وما يؤول إلى المال وما سوى ذلك لا تشهد فيه إلا عن طريق التبع فمثلا هذه القضية فقط الجانبية إذا تزوج رجل ولم يشهد إلا رجل المرأتان مثلا العقد ثم أنكره الزواج فجاءت المرأة ودعت عليه لم تدعي عليه النكاح وإنما ادعت عليه أنه لم يدفع لها الصداق وشهد لها رجل المرأتان بأنه لم يدفع لها الصداق يذبط النكاح تبعا لذبوط الصداق وهذا الذي يسميه الفقهاء الحكم بالموجب ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة